على الصعيد الإنساني أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 560 مليون دولار لمساعدة اللاجهين السوريين في الداخل إضافة إلى الأردن ولبنان أشارت مسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي دعم سوريا وأن دول أوروبا ستلتزم أيضا بتعهداتها الإضافية في تركيا اسمحوا لي أن أعلن اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد للعام المقبل نفس المساهمة التي قدمها في العام الماضي وأننا نهدف إلى الحفاظ على نفس مستوى المساهمة حتى عام 2020 ونقدم 560 مليون يورو لدعم الاتحاد الأوروبي للسوريين في الأردن ولبنان والداخل السورية بالنسبة للمجتمعات المضيفة وبالنسبة للسوريين في تركيا فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ستلتزم بتعهداتهم وتخصيص ثلاثة مليارات يورو إضافية في العامين القادمين